ايضا كان بعض اخواننا ذك سألوني قالوا لي واش رأيك في مجموعة الستة اللي ظهرت انا منش عارف اللي نسمينا رواح مجموعة الستة لكن انا رأيي الخاص وهنا ابدي في هذا الموضوع في نقطة اخرى اي تجمع للجزائريين من اجل اسقاط العصارة من اجل دولة مدنية من اجل حرية الشعب الجزائري اي تجمع يهدف لذلك ولا يهدف الى تقسيم الجزائريين او تقسيم الحرك سواء كان مبادرة او لقاءات او انا نحن نباركها نحن في رشاد او انا كشخص نبارك تجمع الجزائريين وتعاون الجزائريين فيما بينتهم سواء كانوا مجموعة فيها بضعة اشخاص او فيها بضعة الاف او فيها اي بيان يسعى بحق الى دولة مدنية ويكون مع الشعب ضد السلطة الغاصبة السلطة الظالمة طغيان هذا وما يسعىش الى تفريق الجزائريين فنحن نباركه من حيث المبدأ سواء كان مجموعة او بيان او لقاء او في ايضا اخواننا سخسوني على الموضوع اللي خرجنا اخواننا في تيار الوطني الحر اللي هو اخونا بنا اسلام عاطية باسلام اسلام عاطية ومن معه مرة اخرى انا قريت البيان على السريع اجمال البيان جلوبال مو كما يقال اجمالا جميل صراحة والطرح انتاحهم جميل وخوتنا هذون من حيث المبدأ بدون ان ندخل في التفاصيل معهم لان هذا كنقاش اخر في تفاصيل ما كتبوا المبادرة في حد ذاتها جميلة لانه جزائريين تجمعوا فيما بيناتهم جزائري تحتاج لعدد كبير من التجمعات والتنظيمات الحقيقية لانه في النهاية هذا الحرك يجب ان يتجسد وكيفاش يتجسد يتجسد في افراد وهذا الافراد يبانوا سواء كانوا في تنظيمات او مجموعات او هما افراد ومستقلين او باش يبنوا والبناء يحتاج ان نقبل بعضنا البعض ونتعاون نتفاهم نخلوا من حقوقنا هنا ونخلوا من حقوقنا لهيه باش نبنوا وإلا اذا كان اي مبادرة تبان او اي شخص يتحدث او اي مجموعة تتحدث الناس تريع لها هما مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة قلنا الشروط هي واشنو الشروط هل هؤلاء مع الشعب ومع الحرك ولا لا هل هؤلاء الناس يعرفوهم انهم يريدون دولة مدنية ورحيل العسكر عن السلطة ووحدة البلاد ووحدة الشعب ام لا هذه الاسئلة لازم تطرح ما هوش اذا فلان دار نسبوه اذا مجموعة فلانية دار نسبوهم اذا حاول الجميع يولي سب الجميع وتتفتت البلاد البلاد رمفتة الحرك ولا مجمحة يكلى قدر الله ينتهي الحرك او يتخاصم الناس داخل الحرك الحركين الحقيقيين مش المزورين مزورين هذيك الناس عندها الحق تشك فيهم لكن الحركين الحقيقيين واللي يثبتوا في مبادئهم ومواقفهم ممكن مرة مرة يكون واحد غلط هنا في تصريح او هناك او ناس ماهيش ملايكة دايما نتجاوزوا المبدأ دايما هل اتجاه صحيح ينادي بدولة مدنية بحرية الشعب استقلال الجزائر بنهضتها بعودة الجنرالة الى ثكاناتهم ام لا ينادي بالسلمية في التغيير ام لا يماء نادي بوحدة البلاد ام انفصالي هذه القضايا اللي لازم تطرح والاسئلة اللي لازم تطرح وتعاونوا على البر والتقوى يا اخوان تعاونوا اذا ما تعاونناش على التقوى نتعاون على الاقل على البر اذا ما تعاونناش على الدنيا والاخر نتعاون على الاقل على الدنيا يعني على البلاد على نهضة البلاد على سقوط العصابات هذه اللي راهي هناك مخاطر حقيقية تتهدد البلاد في الحقيقة أنا كنت باش نتكلم على بالحمر والمواقع لكن نخليها باش نكمل في هذا النقطة فقط لاني شوف راني اقتربنا من ساعة ونص إذن كل إخواني اللي يسألوني رأيي أنا ورأيي رشاد أي جزائريين يسعون لنهضة البلاد يسعون لدولة مدنية بحق يسعون لعودة الجنالات إلى ثكاناتهم يسعون لوحدة الشعب ووحدة البلاد ونهضتها واستقلالها نحن نبارك خطواتهم حتى ولو اختلفنا في بعض المظامين الناس تختلف الناس متعددة في الرؤى وفي الزوايا الفكر السؤال هو هل هناك القضية الكبرى هل هناك توافق عليها أم لا التفاصيل الناس تدخل في التفاصيل وتناقشها فيما بعد ولذلك تجمع انتا اخواننا اللي ظهروا في بيت أخونا طابو أو أخونا بنعطية إسلام بنعطية ومن معه أو أي جهة أخرى تسعى بحق لحرية الشعب ونهضة البلاد وخيام دولة مدنية فنحن نبارك من حيث المبدأ حتى بدون أن ننظر للمضمون المضمون نقاش آخر المضمون يكون نقاش آخر وكلما كان هناك جزائرين متعاونين كلما استطعنا أن نلم شمل هذه البلاد وما فرقته هذه العصابات يجمعه الحراك ويجمعه الشعب ببركة الله سبحانه وتعالى واللي ما يمنش ببركة الله سبحانه وتعالى على الأقل ببركة الوطن هذا مهم جدا يجب الناس ما هوش أي حاجة تظهر تيري عليها آه الناس عارفة كاين بعض الأسماء كاين بعض دخل في سرع الأجنحة كاين بعض اللي كانوا عبيد عند بودفليقة أو عبيد عند التوفيق أو عبيد عند النزارة وغيرها هذاك خلاص معروف محسوم منه هذاك محسومة والناس عارفتها وما عندهم شون يروح لكن مدام الناس تثبت في المواقف والناس اللي ثبتت مع الحراك منذ أن طلقت هذه الثورة الشعبية وثابتها على المبادئ والمواقف فإخواني أرى أن لا يكون هناك تخاصم البلاد رهي في خطر العصابة هذه رأي عايشها عالم آخر رأي ما تعرف ولا شيء رأي تهدد بالعنف رأي يكون صابت يكون عندها النووي تتركه على تضرب به الحراك ويكون ضربته رأي معها للخارج لكن الخارج هذا لن يطول يعني الدول الخارجية هذه لما تشوف هذه العصابة بدأت تنهار تبدأت تغير في مواقعها فالثبات والصبر والصمود والتوحد والتعاون على ما نستطيع عليه بشرط أن يكون الهدف قيام دولة العدل والحق والقانون دولة مدنية عودة العسكر إلى ثكناتهم الجنرالات والجنرالات الآخرين يذهبون إلى التقاعد أو يذهبون إلى حيث أرادوا وننقذ وطننا وننقذ شعبنا مما يعانيه من مرارة حكم طاغي فاسد خائن يتحضر الآن إلى إرسال جيش للقتال لأجل استعمار وأنه أن يستطيع أن يخرج ثلاثاء فلا يتركها لهم لأنهم إذا أخذونا ثلاثاء راحين يزيدوا حاصرون في الجمعة وراهم يفعلون وأنا أرى أن الخروج يكون كل يوم يستطيع الناس يخرجوا فيه يخرجوا كلما ضغطنا عليهم كلما تراجعوا خاصة عن هذه السفهات اللي سموا انتخابات وعن تصرفاتهم وكلما ضغطنا عليهم كلما انفلتت الأمور من أيديهم وتخاصموا أكثر ولم يعد القوى الخارجية تنظر لهم على أنهم حكومة مشروعة وإن كان إحنا ما يهمنا في الخارج فقط لا يتدخل في شؤوننا وتأكدوا دائماً أن الأحرار لا يخلون أبداً وأن الأحرار أهدافهم واضحة ومعلنة وصريحة وشفافة وهي دولة مدنية دون تدخل خارجي تحت أي ضرف إن كان